يجب أن نتخلص من تنظيم داعش ليس لدينا خيار آخر الإرهاب الإسلامي الراديكالي يجب أن يزال من على وجه الأرض إنه شر هذا الخطاب يعيد إلى الأذهان حديث جورج بوش الأبن عن حرب صليبية استبقه ترامب بعبارة بالغة الدلالات قائلا لم نستخدم بعد قوتنا الحقيقية التي لم تلك من الواضح أن المقصود بخطاب ترامب ليس تنظيم داعش فقط وإلا فما لزوم تكرار عبارة الإسلام الراديكالي المتطرف أكثر من مرة وعندما ينشر البيت الأبيض بأن هزيمة تنظيم داعش وجماعات الإرهاب الإسلامي المتطرف ستكون الأولوية العليا في السياسات الخارجية لإدارة ترامب فتلك إشارة تدعم أي رؤية متشائمة تجاه مستقبل المنطقة عندما سيبدأ ترامب بتطبيق سياساته العليا لن تجد إسرائيل اليوم أفضل من تلك السياسات كي تغتنم فرصة قد تراها سانحة للهجوم على أعدائها الاستراتيجيين في المنطقة بحجة التطرف وهم كثر وداعش ليس في المراتب الأولى للتصنيف الإسرائيلي للأخطار التي تهدد تل أبيب أول غيث ترامب على إسرائيل هو بدء نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومن هنا تكر سبحة الاستثمار الإسرائيلي الوارد بقوة لمداميك سياسة ترامب تتفق واشنطن وتل أبيب على تصنيف حركات المقاومة في المنطقة كحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي إرهابية تتفق إسرائيل مع واشنطن اليوم على أن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن لا يستمر لن يكون ملف الاستيطاني محرجا لترامب هو مع إسرائيل ولذلك سيرتاح نتنياهو من عبء ضغط الحليف الاستراتيجي الأهم في ملف استراتيجي جدا بالنسبة لإسرائيل وإذا ما جمعنا خلاصة التصريحات الرسمية والمصالح المشتركة فمن المرجح أن المنطقة مقبلة على معارك شديدة الخطورة من شأنها تغيير الكثير على خريطة النزاع إذ سيكون الحكم حكما لمن سيغلب والاحتمالات مفتوحة